يسأل يقول يوجد بعض المصلين يأتون للمساجد بملابس البيت وملابس الرياضة وبنطل قصير وشيء من هذا القبيل وذكر في سؤاله الثاني أن بعض المصلين يعني يميل بجسمه أثناء الصلاة صلاة الفريض أحمد بارك الله فيك وتشكر على اهتمامك بأحوال المصلين يا إخواني يا أخواتي بالنسبة للصلاة هي خير موضوع الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه ولذلك الإنسان ينبغي له أن يتجمل للصلاة وأن يتهيئ لها لأن الإنسان ذاهب إلى هذه العبادة التي يصل بين العبد وبين ربه والتي أمر الله عز وجل بإقامته حق الإقامة ولذلك الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة فهل يليق بالمصلي أن يذهب إلى بيت من بيوت الله عز وجل بفانيلة رياضية أو بثوب النوم اللي ما يستقبل فيه الضيوف ما يمكن يستقبل فيه الضيوف ولو أراد أن يذهب إلى السوق تجمل لو قيل له إلبس ثوب النوم ورعي السوق هل لا عيب وشكلون عني الناس طيب هل مسجد بيت الله عز وجل لماذا استهنت به فللأسف الشديد يعني يوجد من الناس من يأتي حتى بالبرمودة هذا البنطلون القصير وثياب الرياضة وبعض الفنايل اللي عليها صور وعليها يعني أشياء ما تليق هل هذا يعني هل هذا المكان يعني يستحق منك أن تدخله بمثل هذه الطريقة ما يمكن لذلك الآن أن أقول دائما والله ما يستطيع شخص يستقبل ضيوفه بمثل هذه الطريقة ولو أراد أن يقابل وجيه من وجهه الدنيا ما يمكن يقول هذا مجنون هذا كيف يروح لوجيه من وجهه الدنيا بثياب بمثل هذه الطريقة طيب هذا بيت الله عز وجل بيت الله عز وجل يقول لأحد الفضلاء يقول كان عندي أنا لما أذهب إلى المسجد يقول أذهب بالطاقية بس يقول أضع الطاقية وأذهب إلى المسجد يقول سبحان الله العظيم كان عندي موعد مع وجيه بدل وجهه يقول صراحة ذهبت اشتريت غطر جديد وطاقية جديدة واشتريت عقال واشتريت طيب يقول سبحان الله جاءتني يعني فترة لحظة صفائية كعت أفكر طيب بيت الله عز وجل أحق أني أنا أتجمل له يقول والله من تلك الساعة ما نزلت العقال عن راسي إذا جيت أروح للمسجد حتى في صلاة الفجر أتزين وتجمل أحط الطاقية والغطرة والعقال وحط الطيب والعطر وأذهب إلى المسجد يقول تأدبت سبحان الله كأن الله تعالى أراد أن يرسل له رسالة طبع هو من الأدب من الأدب أن تستقبل ضيوفك على أحسن حال من الأدب إذا أردت أن تقابل وجيه من وجهها أو أي إنسان أنك تكون على استعداد وعلى هيئة جيدة وعلى يعني جمال وزينة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يتزيل الوفود يتزيل صلاة الجمعة فيا أخوان اتقوا الله يعني ما ذكره الأخ أحمد والله مؤلم أن الإنسان هكذا يتعامل مع بيت الله ويتعامل مع هذه الصلاة وفرق بين الإنسان اللي يجي هكذا كيفما اتفق للثوب اللي عليه ولي يتجمل حتى هو يشعر يعني ذاهب لشيء له قيمة عند الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله يا أخواني والجهات الشرعية المشرفة على المساجد ما قصرت يعني نبهات وهناك يعني تعليمات وتوجيهات وهناك إرشادات حتى بجميع اللغات موجودة ولله الحمد يعني العذر يعني ما فيه إنسان يقول والله أنا ما أدري وضحت الأمور وبانت الأمور فما على الإنسان إلا أن يتق الله قضية أخ الفاضل ما يلام بعض الناس في الصلاة هذا إما أن يكون طبيعي أو غير طبيعي طبيعي كأن يكون الإنسان يعاني مشاكل صحية عنده مشاكل في الظهر عنده مشاكل في العظام عنده مشاكل في ضعف في أحد الرجلين مثلا يميل يعني يتنشط يعني هذا معذور أما شخص غير يعني أموره يعني تمام من حيث الصحة من الخطأ أنه يميل في الصلاة إلا إذا احتاج إذا كانت الصلاة طويلة يراوح بين قدمه مثلا يميل لأجل تنشيط بدنه ما في بس أما لغير حاجة ما في سبب لا الإنسان يعتدل في الصلاة حينما يقوم فيها ويبني جسمه على عقبيه هكذا الاعتدال في الصلاة يعني يصير ثقة للجسم على عقبي القدم يعني من الخلف بهذا يتزن الإنسان واقفا في الصلاة بارك الله فيك